بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكاليف والإدارية 2 الوحدة الثانية قرارات التسعير وإدارة التكلفة البرائت ديستيشن اند كوست مانجمنت في هذه الوحدة نتناول المحتويات التالية رقم 1 قرارات التسعير حنتناول في قرارات التسعير أربع موضوعات قرار التسعير في ضوء ظروف الاحتكار قرار التسعير في ضوء المنافسة العوامل المؤثرة في قرارات التسعير قرار التسعير باستخدام تحليل التكاليف الحدية القسم الثاني متكلم عن إدارة التكلفة القسم الثالث رقم 3 أدوات إدارة التكلفة وناخد فيها 7 أدوات 7 أدوات هم نظام التكاليف على أساس النشاط ABC نظرية القيود TOC محسبة استهلاك الموارد RCA نظام التكلفة المستهدفة TC نظام الإنتاج الآني الجيت JIT نظام تكاليف دورة حياة المنتج LCC استوبر رقابة على الجودة الشاملة TQC قرارات التسعير وإدارة التكلفة مقدمة لقد تزايدت حدة المنافسة بين الشركات بشكل كبير في العقدين الأخيرين من القرن الماضي الميلادي وتزايد معها استخدام تقنيات وأساليب حديثة لإدارة الشركات بشكل عام وإدارة التكلفة بشكل خاص بهدف زيادة القدرة على المنافسة من خلال تقديم منتجات ذات نوعية جيدة وبأسعار منخفضة وتنافسية في نفس الوقت فقرار التسعير هو في المقام الأول مسؤولية إدارة الشركة ويتوقف على النظام الاقتصادي وظروف المنافسة أو الاحتقار يهدف هذا الفصل إلى كيفية الوصول إلى القرار الأمثل لتسعير المنتجات من خلال إدارة التكلفة بطريقة تزيد من القدرة التنمية للمنشأة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي للنهوض باقتصاد الوطن ولكي تدار التكلفة بطريقة سليمة يلزمها عدة أدوات تمثل حجر الأساس في تعزيز القدرة التنافسية للمنشأة فإدارة التكلفة من خلال أدوات سليمة قد تحدث رقم واحد حساب تكلفة المنتجات والخدمات بدقة أكبر رقم اثنين استغلال أمثل لموارد المنشأة ثلاثة الحد من الفاقد والتالف أثناء عمليات التشغيل أربعة الحفاظ على جودة المنتجات بل وتحسينها لتحقيق رضا العميل خمسة بيع المنتجات والخدمات بسعر التنافسي ستة الحصول على حصة أكبر في السوق المحلي والعالمي موسيقى